رميل شكراً لهم أهل الحصن فاتحين نظافتهم الصبح لاستقبال فريق برنامج يوم جديد تحياتي للجميع عندك راعد وإن شاء الله بنرجع لك بسياق الحلقة لموضوع آخر في الحصن في الشمال من الشمال أيضاً ديوف نجايين من تحديداً من جامعة العلوم والتكنولوجيا نحن لما نحكي عن يوم طبي مجاني في كثير من الأشياء يعني مش كثير بغرينا أنه نستضيفهم لأنه يوم طبي مجاني بيكون يوم 24 ساعة مع احترامنا لكل الجهود المبدولة ولكن في أشياء مثلاً بتم فيها عمل شيء موسمي سريع وبينتهي المبادرة أحكي لكم عنها هذا الصباح هي مبادرة لكلية الطب في طب الأسنان في جامعة العلوم والتكنولوجيا مبادرة لتقديم العون الطبي المجاني لكبار السن وبشكل مستمر هذا الجميل بهذا الموضوع الطلاب معنيين الأساتذة والدكاترة اللي بعلموا أيضاً معنيين بهذا الموضوع ويسرنا أن يكون معنا هذا الصباح دكتور أنس الإبراهيم مساعد عميد كلية الطب الأسنان في جامعة العلوم صباح خير أيضاً محمود رجوب الدكتور دكتور طبيب الأسنان الدكتور محمود رجوب أهلاً وسهلاً فيك وأيضاً دكتور رغد القشاط أيضاً طالب في كل طب الأسنان أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً صباح الخير خلينا نتعرف من فضلك أنتوا متعاونين مع صندوق الأردن الهاشمي وجهود سمو الأميرة بسمة في مجال الخير موصوف يرد لو تحكي لنا عن هذه المبادرة تحديداً صباح الخير ويعطيك أبو العافية أول شيء بشكر تلفزيون الأردني وبرنامج يوم جديد على الإصلافة طبعاً اليوم الطبي الخيري لرعاية كبار السن بالبداية جاءت الفكرة كتقدير وشكر وعرفان لفئة كبار السن نحن نعرف كلنا أن فئة كبار السن قدموا لنا كثير وضحوا وقدموا جهود لعشرات السنين وبالتالي جاء اليوم الطبي ككلمة شكر صغيرة وتقديراً إلهم وتعبير عن العرفان وشكر لإلهم طبعاً نحن نعرف أنه بشكل عام البني آدم أو الإنسان مع التقدم في العمر بصير عضة أكثر للمشاكل الصحية السنية تحديداً المشاكل الصحية والسنية فعلاً هو إذا مننا نخصص الأسنان نعرف أنه مع التقدم في العمر بيبدأ بجوز الإنسان يفقد بعض من أسنانه وبالتالي أحياناً يفقدها بالكامل وبالتالي يصير بحاجة لأنواع من التركيبات وممكن تكون هذه التركيبات ثابتة أو متحركة خصوصاً لما يكون لدينا في حالة فقدان الأسنان الكاملة ويعني نحكي عن الأطقم يتعاوض الأسنان بشكل كامل فإحنا جاءت فكرة اليوم الطبي الخيري أنه نساعد مرضى كبار السن اللي بعانوا من هذه المشاكل واللي بيستخدموا هذه الأنواع بالتركيبات طبعاً إحنا بلشنا من ثلاث سنين في 2017 والحمد لله أقمنا يوم الاثنين سبع عشرة 2019 النسخة الثالثة من يوم الطبي وتكللت بنجاح لحد الآن قدمنا يعني العلاج والمساعدة لأكثر من ألف وخمسمائة مريض زي ما تفضلت حضرتك جمالية هذا النشاط أنه ليس يوم طبي بانتهي بانتهاء اليوم جمالية هذا النشاط إحنا خلال اليوم نقدم العلاجات الفورية لأي حدا عنده مشاكل في التركيبات اللي بيستخدمها وكمان نبدأ نرتب لعلاج المرضى على مدى عام كامل بشكل مجاني فهي جماليته بتبلشوا تحضروا للعام اللي بعده مظبوط معانا مجموعة من الصور هنا أظنني في أثناء زيارة سمو الأميرة بسمة مظبوط للجامعة وللمبادرة للجامعة وللمبادرة طبعاً النشاط في اليوم الأول كان عبارة عن بس علاجات سنية لكن في اليوم الثاني شرفتنا سمو الأميرة بسمة برعاية النشاط وتبنته أوعزت للصندوق الأردني الهاشمي من خلال حملة البرو والإحسان بالتعاون معنا فصار في جهود تكاملية بأنه من جهة كلية طب الأسنان نقدم العلاجات السنية والحملة البرو والإحسان الطبية تقدم علاجات لأمراض بشكل عام بتصيب مرضى كبار السن مثل أمراض الباطني البغط السكري العيون السماع ففعلاً صار فيه رعاية متكاملة للمريض وصورنا نقدر نقدم رعاية أفضل للمريض لموضوع الأسنان والعناية بالأسنان أنا حاس أنه مع أهمية كل الأيام الطبية المجانية العلاج الأسنان غالي مضبوط 100% العلاج الأسنان مكلف العلاج الأسنان فعلاً مكلف والأسف التأمين ما يشمله في أغلب القطاعات صحيح وبالتالي نحن بحاجة لأيام طبية خيرية مثل هيك خصوصاً للناس اللي بحاجة بحيث أن نتكفل بعلاجهم بشكل مجاني وخصوصاً زي ما حكيت فئة كبار السن اللي فعلاً يستهلون منها كل تقدير ورعاية لأنهم فعلاً تعبوا وضحوا عشان نكثير وإحنا دورنا أقرأ معلومة مؤسفة بقولك إذا كتفرق بين الغني والفقير طلع على أسنانه 100% بكل العالم ليس فقط في الأهدن يعني اللي معه فلوس أسنانه دائماً صح كويسين على أي حال إن شاء الله يكتر من أمثالكم الناس الطيبة اللي عم تساعدوا هالبشر اللي بيحاجة لمؤلاء الله يسأل دكتور محمود أنتو طلاب في كلية طب الأسنان تالسنة إيش محمود أنا سنة رابع ما شاء الله خلاص على أبواب التخلق حالي ساعدك كيف عم تقدروا ترتبوا حالكم تنظموا أموركم أنتو والمجموعات الطلاب الأخرى حتى تطلعوا بهذه المبادرة بشكل ممتاز إحنا الحمد لله بلشنا تنظيم من قبل ثلاث أشهر من سبع عشر بلشنا تقريبا من شهر سبعة كنا نجتمع برفقة الدكتور أنس وغيرهم من الدكاتر يعني لهم كل الاحترام والتقدير كنا خمسة عشر طالب خمسة عشر طالب وطالبة كنا موزعين حالنا على مجموعات منشان الحمل يصير أسهل في مجموعات اهتمت بصناعة البوسترات والبروشورات زي رغد طبعا آه ديزاينر هلتوا هاتو ترك طب ماشاء الله هواية وفي مجموعات اهتمت أمور التنظيم وتوزيع الطلاب المتطوعين على العيادات بالمرضى لكي يكون اليوم الطب الخيري بأبهى صورة وفي مجموعات اهتمت بأنه تدور على سبونسر لحتى تدعم النشاط يعني في أكثر من شركات دعمتنا قطع خاص وفي شركات دعمتنا بنتجات للزراعة يعني في أكثر من شركة نعم أعطتنا أنه عشر زراعات مجانية للمرضى وفي شركات دعمتنا بالغلوفز والماسك يعني اللي نحتاجهم بالتشخيص بالزبط وفي أصلا برضو شركة العملاق دعمتنا بألف وخمسمائة دينار كاش برضو هذا مشان يعني مشان أنه نوزيعهم لأنه بتعرفي احنا عنا يعني كان اليوم الطب الخيري هو بشكل عام لكبار السن ولكن بشكل خاص احنا حددنا لمرضى التركيبات السنية لأنه هذول مرضى التركيبات السنية يعني غالبا برا لما عند الدكاترة شوي مكلفة بس احنا عنا بجان تركيبات السنية معنى زراعة ما زراعة أطقم كاملة تركيبات السنية ممكن تكون ثابتة جسور أو متحركة على شكل جزئيات أو أطقم كامل فعلا لما نحكيان جزئية هنا مثل ما أضاف محمود بحب أشكر بصراحة الشركات واللي يدعمون إحنا يعني خلال ثلاث سنين بجوز قدمنا منتجات للعناية بالفم والأطقم بما يزيد عن ثلاثين ألف بالإضافة من خلال الشركات إذا ممكن أذكرهم لأنه فعلا استاهلوا منا كل الدعم أنا يعني خلينا نقول أنه شكراً لهم خلص شكراً لهم أكيد نقول دائماً دائماً ونفتخر بالقطاع الخاص في باب المسؤولية الاجتماعية اللي بيقدموها لكل القطاعات ومؤسسات حكومية بس ظل عندي سؤال لمحمود العلاقة بأنه أنتوا ميدانيين توصلوا للناس ولا هم لازم يجوكم عن موقع معينة هسا هو كان موقع النشاط اللي هو المركز الصحي لطب الأسنان اللي هو بشارع الدفاع عند جامعة اليرموك هسا هو هذا المركز يعني هو اللي إحنا لأنه يعني مخصص لعيادات طب الأسنان فأنه بتعرف إحنا لحتى نعمل اليوم طب الخيري بدنا عيادات أنه تكون جاهزة ومكملة وإحنا قمنا يعني بتجهيزها بالزبط أكيد هسا إحنا برضه يعني كانوا إحنا معنا 150 متطوع نعم هذا المتطوعي كان عندهم طبعاً دراية كاملة زي المنظمين باليوم الطبي يعني مش إنه والله إحنا 15 منظم كنا عارفين كل إشي كل إيجاب بالزبط كل واحد كان عارف شو مهمته رغد عملت لنا البوسترات لنا الأمور بس أنا ناحل إعلامي رغد له علاقة بأنه كتير منقول أنه الطالب الجامعي إذا ما اشتغل تطوع فيه جزء كبير من شخصيته يكون مفقود بصراحة هذا العمل التطوعي أديه فاتكم أنتوا لسقل شخصياتكم لأنه يكون موجود هذا على فكرة هذا أكتر شيء ثري بالسي في لاحقاً بكتير من المؤسسات التي تحترم حالها تهتم تشوف كم الطالب عمل شغل تطوعي ما يفيدك على هذا المستوى رغد الموضوع أكيد العمل التطوعي له كتير إيجابيات وكتير فائدة وكتير يساعد بيسقل شخصية الطالب ويزيد ثقته بنفسه ويعطيه زي حب العطاء وأنه يدفع أنه أكتر يحب يشارك بعدين بأعمال تطوعية أكتر يصير يشارك بأعمال أكبر من اللي هو شارك فيها يعطيه حماس مثلاً إحنا هلأ خلصنا لسنة الثالثة من اليوم الطبي أنا ما شاركت باليوم الأول ولا الثاني بس يعني زاد حماسنا للسنة الجاي لحتى نرجع نعيد نفس الإبتسام اللي شفناها على وجوه بتفرح بتفرح كتير وبتضل طول العمر معك هذا الإنجاز وكتير بتعطيك طاقة إيجابية أنك تكمل السنة لحتى تيجي يعني اليوم الطبي اللي بعده ترجع تأخذي نفس الطاقة الإيجابية لإخذتها الله يعطيكم العلام الله يعطيك ياريو أنتو أساتذتهم أديت تعطوهم علامات زيادة المطوئة ولا علام أكيد مشهد هدفنا أكيد الموضوع أهم كثير من العلامات أكيد يكرموا بالعلامات لكن الموضوع أهم كثير من العلامات الإحساس والشعور بالسعادة اللي بشعر فيه الإنسان لما يعمل خير لا يباهب ثمن بصراحة لا يباهب ثمن يعني العمل التطوعي من أرقى وأنبل الأشياء اللي ممكن يعملها أي شخص أموما أنا ما عندي شك أن الطلاب المشتركين بالعمل التطوعي هم متفوقين أصلا أكيد يعني ما يدوروش كثير على العلامة بس محمود والله يعني نقلل محمود شكله بجاء كمين علامة شوية شوية محمود إذن هلأ إنتو أمت رح تبلشوا أمت يعني سكت جول الزمني خلينا نقول البرنامج الزمني تبعكم هسا إحنا المرضى اللي إجونا هم تقريبا كانوا باليوم الطبي الخير حوالي 600 مريض الحمد لله يعني إحنا أخرنا أرقامهم وتواصلنا معهم لأنه تعرف لما المرضى اللي بيجوا على اليوم الطبي ما بيكونوا والله بدهم بس إنه تركيبات في ناس بيكون عندهم مشاكل ثانية بس إحنا لما نشوف المؤاخذين أنه جاي مشاكل ثانية إحنا ما بننسى بالعكس إحنا كنا نسجل أرقام الكل ورح نتواصل معهم على مدار السنة مشان نحقق لهم الزب يعني المخطط جاهز وعلى أكمل وجه كلمة الأخيرة للدكتور زي ما حكينا إنه إحنا قدمنا خلال اليوم إلاجات فورية وهلا مستمرين رح نبلش شوي شوي نشوف الحالات لحديث ما نكمل إن شاء الله مئات المرضى حاب أحفي شغلة من يومين كان عنا لقاء الإذاعة مع دكتور علي رجوب وتلقينا شوي تلقينا شوي تلقينا اتصالات تلقينا اتصالات من ناس في أماكن خلينا نحكي شوي بعيدة عن مراكز المحافظات وفعلا صاروا يطلبوا منا إنه ليش ما توصل للرعاية الصحية لإلهم فهنا أنا بصراحة بدعو لكل شخص مسؤول وكل جهة مسؤولة المؤسسات الصحية المتشرة بأنه تفعيل الأيام الطبية مثل هيك خلينا نحاول نوصل بالرعاية الصحية لمحتاجينها الحاجة موجودة بمنطقة نائية دعا هذه المبادرة لأنها تكون موجودة معهم ما رح أنتم تأثروا أكيد مية بالمية يعني الحاجة موجودة وأهل الخير كثير موجودين وزي ما حكي أنا كثير فخور بطلابنا وأطباءنا بحب الخير اللي عندهم روح العمل التطوعي زي ما هي الحاجة الموجودة الخير كثير موجودة إحنا بس مننا نحاول نوصل الرعاية الصحية لمحتاجيها من خلال المتطوعين إن شاء الله في المستدول شكرا دكتور أنس شكرا رغض وشكرا محمود على وجودكم معنا صباحكم سعيد وكل الخير إن شاء الله بين إيديكم بإذن الله